اهلا بكم مشاهديا الكرام إلى هذا العدد الجديد والمباشر من ملف خاص استقبل الملك محمد نيسالس يوم أبس بالقصر الملكي بالرباط الأمين العام للأمم المتحدة سيد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة أعرب بهذه المناسبة عن امتنانه للعاهل المغربي لنجاح المنتدى التاسع لتحالف الحضارات الذي احتضنته مدينة فاس مشيدا باعتماد إعلان قوي يحث على الالتزام وضروري أكثر من أي وقت مضى في سياق دولي مضطرب كما شاد السيد جوتيريس بالالتزام الدائم لجلالة الملك من أجل النهض بقيم الانفتاح والتسامح والحوار واحترام الاختلافات ونوه السيد جوتيريس بالمساهمة البناءة والثابتة للمملكة من أجل حفظ السلام وتوطيده وتعزيز الاستقرار والنهض بالتنمية وخاصة في القارة الأفريقية ومن جهة أخرى تم التطرق لقضية الصحراء المغربي على ضوء القرار 2654 الذي صدق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نهاية أكتوبر الماضي وفي هذا الصدد جدد الملك محمد السالس التأكيد على الموقف الثابت للمغرب لتسوية هذا النزاع الاقليمي على أساس مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة كما جدد العاهل المغربي دعم المملكة لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي السيد ستيفان ديمستورا من أجل قيادة المسلسل السياسي وكذل بعثة المينورسو لمراقبة وقف إطلاق النار باسمكم يسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين سيد محمد زكريا أبو ذهب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط مرحبا بكم أستاذ أهلا وسهلا شكرا وكذلك يسرني أن أرحب بضيفنا العزيز الأستاذ سعيد الخمسي رئيس مؤسسة مغرب الجهات مرحبا بكم أستاذ وشكرا لكم ضيفي الكريمين لتلبية دعوتي البرنامج أبدأ معكم أستاذ أبو ذهب نجاح كبير حققه المنتدى العالمي التاسع لحوار الحضارات الذي احتضنته فاس خلال اليومين الماضيين جعل الأمين العام للأمم المتحدة يحضر بنفسه لمدينة فاس من أجل المشاركة دلالات هذا الحضور الشخصي للأمين العام في مدينة من قيمة فاس التاريخية أولا ينبغي أن نذكر بالإطار الذي يندرج في هذا اللقاء المهم أولا كانت هناك مبادرة إذا رجعنا إلى أدبية الأمم المتحدة منذ سنة 2004 كان ثاباتيرو رئيس الحكومة السابق الإسباني كان اقترح من جراء إحداث مدريد المؤلمة لمارس 2004 وأنا نتذكر ذلك جيدا فتبنى المغرب مباشرة تلك المقاربة وتلك الفكرة ولازلنا نتذكر بأن أول زيارة قام بها في بلد خارج أوروبا وهو المغرب وكان ذلك إطلاق مبادرة من هذا القبيل تبنت الأمم المتحدة هذه المبادرة سنة 2005 ثم تباعا وينبغي أن نقول بأن هناك بعض دول أوروبية متحمسة جدا لمثل هذه المبادرة إسبانيا على رأسها لأنها تعرف ماذا أهمية الإرث الأندلسي وأيضا دور المغرب كبوابة إفريقيا وأيضا كممر إلى أوروبا أيضا لبرتغال ودول أخرى بطبيعة الحال فكان ما يمكن أن نسميه بنوع من المأساسة كان هناك إطار تقريبا سنوي لقاءات أولا للدفاع عن فكرة أساسية تضحد أطرحة صدام الحضارات التي روج لها سامويل هونتينكتون وكانت حتى منظمة الأونسكو التي هي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة أيضا حاربت هذه الفكرة بل بالعكس نحن نعتبر بأنه كما جاء ذلك حتى الإطار المؤسس للأونسكو بأن الحروب تكون أولا في الأدهان قبل أن تسير إلى الميادين وبالتالي فلقاء من هذا القبيل واختيار المغرب كأول دولة إفريقية تحتضن هذا اللقاء له دلالات مختلفة أولا يدعم مجهودات المغرب منذ القدم في إطار هذا حوار الأديان فقفات الحضارات والأمثلة كثيرة أكيد سوف نعود إليها فقط نذكر بأنه بالإضافة إلى ذلك المغرب منخريط في مسارات الأخرى ثم دلالات أخرى بالطبع الحال هذا يبرز الدور المتنامي عفوا للمغرب الذي يبرز كقوى إقليمية ولكن صاني عليه السلام واعتقد هذا كله عنده من دولات خسر ربما سوف نعود إلى فلقش طبعا كانت هناك إشهدة كبيرة بجهود المملكة يعني على المستوى الأممي بدور المملكة في الخلوص إلى تبني إعلان قوي إعلان فاس الذي ذكره الأمين العام للأمم المتحدة الدور الذي لعبه المغرب في الوصول إلى هذا ربما شبه اتفاق على ما يجب العمع عليه في المرحلة المقبلة أعتقد الحديث على الدور المغرب في بناء منطق للتعاطي العالمي مع قضايا السلم مع قضايا التعايش يعني يجد سنده يعني في بعض المرتكزات التي تشكل مسلمات مغربية ديزاكسيوم ليس المغرب يشتغل عليها هي تشكل طبيعة المغرب قضية التعايش هي قضية ليس المغرب الذي اشتغل عليها بل تشكل الشخصية المغربية على مستوى الفرد يعني قبل ما نصلوا الدولة والمؤسسات مبنية على تعايش يعني لما لما سنقول أن أن الهوية المغربية مركبة ما يعني هذا؟ بمعنى أن هذه الهوية المركبة بين الأمازيغي والصحراوي واليهودي والمسلم والمسيحي والعربي وغيره بمعنى أن هذه الشخصية عبر سيرورة تشكلها الواعي لتصبح مواطنة مرت بعمليات للصهر وللتفاعل بمعنى أن هذا الأمر الأول الأمر الثاني هو أن المغرب اختيارات التقافية اختيارات الدينية اختيارات الهويتية هي اختيارات طبيعيا تتماشى مع هذا المنطق عندما كلنا نردد يوميا أن المغرب مثلا يتبنى المذهب المالكي التصوف العملي للجنايد مع العقيدة الاشعرية ما دلالة هذا هذه عقيدتك و هذا إيمانك يهمك ولكن فيما يهمني أنne الآخر وجالك المالك تتكلم عن هذا القضاء على أن الآخر فيما يهمني أن تكون مثلا أن تكون متصوفا جنيديا ما معنى أن تكون مالكيا ما معنى أن تكون أشعريا يعني ماذا نغرب جثيرا مثلا عندما نخوض أن العقيدة الاشعرية بمعنى لا نكفر الآخر يعني ببساطة إذا كانت هذه العقيدة تربطك بالله عز وجل يعني فتديون ديلك هذا شأنك ولكن كون هذه العقيدة تقوم على عدم تكفير الآخر بمعنى أن البناء شخصيتك هو بناء مساوي يعني هذا الأمر على مستوى الأفراد على مستوى الدولة أعتقد بأن بالرجوع للدولة في المغرب يعني منذ على الأقل ألف ومئة سنة الدولة المغربية تقوم على السلم يعني إحنا ببساطة قرنا في تاريخ أن الدولة في المغرب قامت على القضاء على الحروب بين القبائل على القضاء على الحروب بين العرقيات على القضاء على كذا بمعنى أن منطقة تشكيل الدولة تاريخيا في المغرب قام على هذه التوابط اللي الآن فقط إن الحديث على فاس الحديث على الدلالات الرمزية لمكاني وزماني ومن يرأس رئاسة جلالة الملك لهذه الأشياء هو فقط تحصل وحاصل أو لنقول أن العقل يعني لما جلت ملك تكلم على العقل الذي أبدع هذا يعني في إشارة تنويه هي إسبانيا وتركيا وبعد الدول التي ساهمت بداية يعني في تشكول هذا النقاش فهو يقول أن هذا الانسجام هو مع طبيعة المغرب يعني المغرب اللي بغت نقول لأن المغرب ما تديرش مجهود ليتكيف مع هذا المنطق هذا المنطق طبيعي مع المغرب بمعنى أن المغرب دولة لا تعادي على مستوى السياسي لا تؤمن بتقسيم الدوار يعني هو تابت من توابت على مستوى التدين يعني تضمن حرية على مستوى إمارة المؤمنين إمارة المؤمنين لكل المتدي يعني كل الديانات السماوية بمعنى أن المنطق الذي تشتغل به الدولة في المغرب منطق تدين المغاربة منطق الهوية الثقافية للمغاربة يتماشى مع روح تحالف الحضارة كما شارد دكتور زكريا قضية تحالف الحضارات بمعنى أن منذ نهاية التمانينات إلى الآن يعني تغى على السطح خطاب إقصائي يعني أن المكنة نتكلم عن الماركسية والليبرالية هذه خطابات متناقضة ولكن غير إقصائية تعايشت يعني بل أكثر من هذا قامت أنظمة يعني من هذا الطرف وقامت ولكن من أواخر التمانينات إلى الآن أخذت فكرة صدام الحضارات هي فكرة انتصار نوع من التفكير نوع من الوجود نوع من العقل نوع من الاختيارات الحضارية على خيارات أخرى بالتالي كل هذا الذي نعيشه اليوم اللي تساهم فيه المغرب بشكل قوي ليس فقط يعني في منتدى تحالف الحضارات بل من خلال الفعل الديني المغربي في إفريقيا من خلال علاقة المغرب بالفاتيكون والاستقبال البابا من خلال علاقة المغرب وعيشنا في هذه السياقة التعايش عيشنا قبل أقل من عشرة أيام صدور الأول مرة وأقول أول مرة ظاهير شريف بهذا الحجم لتنظيم المؤسسات المشتغلة على الطائفة اليهودية المغربية ويعني بالرجوع للظاهرة تشوف القضية ديال الاهتمام بالتدين ديال الطائفة اليهودية الاهتمام بالتمدرس ديالهم الاهتمام بالقضاء ديالهم الاهتمام بالإدارة ديالهم بمعنى أن هذه الدينامية يعيشها المغربية يعني منذ ما شاء الله نعم طيب أستاذ أبو الدهب كانت هناك إشادة كبيرة يعني من الحضور في فاس بالتجربة المغربية والتفرد النموذج المغربي في قبول الآخر وفي تعايش جميع الأديان وجميع الأعراق في المغرب كذلك ربما هذا الرأي أو هذا التعبير نقله الأمين العام مباشرة في استقباله من طرف جلالة الملك في نظركم هذا التعبير الأممي على أعلى مستوى بتفرد نموذج المغربي هل يسهم ربما في جعل النموذج يتبع من قبل مجموعة منها يعني في الملتقات اللاحقة في هذا المجال؟ مثل هذه المنتدايات أو اللقاءات الدولية تساعد على استلهام أفكار وتجارب ما يسمى بالممارسة الفضلة والمغرب بطبيعة الحال كما قال الدكتور الخمسي أنتولوجيا بمعنى فيما يتعلق بالشخص بعمق صراحة يعني مكونات المجتمع المغربي والدولة المغربية هي التسامح هي الوسطية بعيدا على كل غلو والحمد لله أن لدينا إمارة المؤمنين يتلك الضامن والراعي لكل انزلاقات منش نهاء يعني تذهبنا إلى ما لا يحمد أو لا تحمد عقبها هذا من جهة من جهة أخرى من ناحية الملموس على أرض الواقع عندما نرى مثلا أن المغرب تجاربه تطلب من أجل أن تدرس أو تطبق في دول خصوصا إفريقيا لأن هذا البعد صراحة وأيضا بعد إفريقي جنوب الصحراء مالي نيجير إلى آخره طاريخي المغرب ساهم في إدخال الإسلام وفي إشعاع الإسلام الوسطي المالكي بالخصوص في إفريقيا الغربية وبالتالي لقاءات من هذا القبيل دائما تذكر بولا محاور الأساسية التي يتفق عليها المشاركون لا ننسى بأن أيضا هناك أمور أخرى مرتبطة بالشباب وبالمرأة وبوسائل التواصل والتربية دور المجتمع المدني إلى آخره لأن بالأسف الخطب الراديكالية أو الخطب الإقصائية في بعض الأحيان تؤدي إلى حروب وتؤدي عدم فهم الآخر إلى آخره أول دولة استقبالة البابا وأنا شخصيا لازلت أذكر ذلك ثم رايقا أنا ذاك في الثمانينيات في الضري البيضاء وشاهدت ذلك بعيني استقبال حسن ثاني رحمة الله عليه لجون بول دو البابا أنا ذاك ثم أيضا سنة 2019 هذه تقريبا ثلاث سنوات استقبال جلالة الملك محمد السادس أيضا للبابا وبالتالي فالمغرب كان دائما سبقا إلى مبادرة من هذا القبيل ليس فقط بالقول وإنما بالعمل أعتقد أن التجربة المغربية وأشر إليها الدكتور الخمسي فيما يتعلق بتدبير الإختلاف داخل المغرب قول الطائفي الديني إلى آخره بنوع من التسامح الكبير سواء الدين اليهودية الدين المسيحية إلى آخره فأعتقد كما قلتم نعم هو نموذج يمكن أن نستلهم منه مجموعة من الأفكار يمكن أن تساهم في دوائر أخرى أو بلدان أخرى في الدفع بهذه المسألة الأساسية الجوهرية اليوم التي تتشكل أو تشكل صلب حتى العلاقة الدولية لنا نحتاج في وقت تنامت فيه الحروب وسوء التفاهم وسوء الفهم أشرت له أشرت له وإلى ما يسمى بمد الجصور ما بين جميع الديانات طبيعي الحال مع الاحتفاظ بالهوية الوطنية المتنوعة أو بالخصوصيات المحلية يعني في وقت ربما في وقت يلعب فيه ربما القادة السياسيون دور كبير ربما في شحن الشعوب من أجل التفرقة كانت هناك إشادة بقيادة الملك يعني على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولي في الجهود التي تقوم بها الملكية لمد جصور التفاهم والتعايش هو ربما نموذج كما قال أستاذ في إطار الممارسات الفضلة التي العالم في أشد وأمس الحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى أستاذ خمسين هذا في إشارة جاءت في الرسالة الملكية لما قد جاءت الملك في الرسالة ما معناه أن إذا كانت السياسة يعني تهم حياة الناس يعني حياة المادية للناس فالدين هو سياسة سياسة الأرواح ينشح التعبير فالدين هو هو سياسة الأرواح الروح إشارة هنا يعني في غاية الأهمية يعني في الأخير حوار الحضارات هو مثل الإنسان يعني ما تنتكلمونش الآن على سياسات عمومية ومؤسسة نتكلمون عن الناس على الإمحال يبساط يعني وحنا لما كنا صغر ونرجع على القضية دي الملكية السياسة كم أولا قد يطرح أي واحد سؤال وهذا كان موضوع يعني اشتغلت عنه تمنحي العلمية ما الذي يفرق تديون دي المغرب دي المغرب على تديون أنواع من تديون أخرى وحنا نتكلمه الآن يعني بلغة علمية على سوق دينية عالمية يعني تعرض فيها بضائع دينية وفي أوروبا هناك سوق دينية بمعنى كلمة السوق هناك حيث يلتقي العارضون والطالبون ما الذي يميز لماذا واش نحن الآن علامة دي المغربية واش نحن نتعصب لنموذج ديني المغربية واش هذا كلام دي هو نوع من تعصب لا أبدا فيكي الاختلاف وهذا تيبان في التقافة الشفاء دي عشي قلت غني نتكلم على البساط على الناس البساط لما تنشوف أنا مثلا في الوسائط الاجتماعية واحد مثلا يستهزئ بشيء مرتبط مثلا بالقراءة الجماعية ولا التديون المغاربة ولا شيء تقوص عندنا في الدين أين الخلل في عقلة سيد النوعين التديون كانت تقسمه هذا الموضوع لي الجرأة أنا لست مفتيا ولا علما ولكن من ناحية البحث في العلم السياسية أتكلم عليه بجرأة علمية واشتغلت على الاختلافات في التديون في تمنيات دي للدول في أوروبا وكان السؤال المركزي هو ما هي وجه الاختلاف بين التديون الجالية في هولندا وفي النجليز وفي ألمانيا علش في ألمانيا تيبن واحد نوع دي التديون في أنجلاتير علش الجغرافية تتبدل وهل القوانين الوطنية للدول الأوروبية عندها علاقة بالموضوع وهذا التشكل دي التام دروس وهذا تشكل هذا تسام في تطور واحد نظرة للتديون مع واحد نظرة التديون اللي كنا بين قوسين نوسمه بالمشريقي بالوهابي تديون يعني وهذه تنقلا بجرأ علمية إقصائي معنى لما تيجي الواحد لمنطقة أهم شيء أنه لا يراعي الخصوصيات الثقافية للمنطقة تديون المالكي أهم شيء فيه هو أن تتخافيه الجانب الثقافي والهوية بشكل كبير يستوعب الخصوصيات علش المالكيات عايشت علش صوفيات القات براسة في إفريقيا لأن استطاعت أن استوعب الخصوصيات الثقافية لدى الناس لماذا السينيغاليون والقابونيين والغينيين ومجمل دول الإفريقيات يعني مش فقط تتدين تستمتع بهذا النوع دي التديون الدين واحد والتديون يختلف لأن التديون هو اللباس الثقافي للدين لأن النموذج المغربي ليس نموذجا إقصائيا هو نموذج أهم شيء فيه هو أنه يتكيف مع الأوساط التي يمشي لها لما تيمشي لبنية ثقافية التي فيها الناس مثلا يؤمنون عند الأفريق تغنيوا جماعة تدعيوا جماعة بمعنى أن بعد الجماعة حاضر عند الناس هذا الأمر الأمر الثاني واللي شارلو جلد الملك في الرسالة قال من كان يعتقد أن في أوروبا عشنا وهذا اللي شارلو دكتور زاكري لما تكلم على صدام الحضر عشنا مرحلة هزيمة الثقافات عند الدول بما أننا ضعافين اقتصاديا إذن عند العالم نحن ضعافين هوياتيا وقياميا وأخلاقين وهذا الخال اللي كان عند الكرة أرضية هو أن يمكن الدول أن كنا نوسم بالتخلف اقتصاديا وبنية تحتية وسلاح ولكن يسري هذا التعريف علينا في الباقي في حين أن الذي ثبت هو أن الانتصار في الصناعة أو في الاقتصاد لا يعني انتصار قيامي أوروبا للكل كان إلى وقت قريب جدا لم يكن أحدا يتخيل أن هذه أوروبا التي توحدت وأنتجت السوق الأوروبية وأنتجت الاتحاد الأوروبي وأنتجت منظمة قيام معين وأعلنت انتصارها القيامي على الكرة أرضية ستعود إلى حرب بدائية لا تحترم لا أطفالا ولا شيوخا ولا زرعا ولا ضرعا بين روسيا وأوكرانيا ومن غير المستبعد الآن يعني بمنطقة الرياضيات بما أن كيلارسوردي من غير المستبعد أن تحياء حروب التي عشناها في أوروبا ونحن نقول حروب المئة سنة حروب الأربعين سنة حروب العرقيات البوسنة والهيرسك يعني مبعدة بمعنى أن الآن هذا الخطاب الذي ينتصر إليه جلالة الملك وهذا الخطاب الذي ينتصر إليه المغرب هو خطاب إنسانية عالى على المنطق كورونا علمت نظر سآخر هو أن هذه اللغة القيم الإنسانية والتعايش والحضارة والعولة ما ممنهاش يعني كيجة كورونا اللي عنده شي كما مشد عنده اللي عنده شي دواء بمعنى ما بقيتش هذه الروح الجماعية وبأننا نعيش في كوكب الكوب يعني هذه المؤتمرات أتبتت الآن وقفين شرم الشيخ أتبتت أنانية العقل الغربي المنتصر بمعنى عندي القوة تنتج تلوت تتقد عليها بمعنى باختصار شديد السعب المول هو أن انتصار فكرة الملكية لهذه القيام هو في الأخير انتصار للحياة طرح لا تتكلم على متول عليا حياة ملموسة بمعنى هذه القيام التي تدفع عليها الملك المغرب هي في الأخير تنتج حياة يعني نحلم بها فيها الكرامة فيها البيئة فيها القبول بالآخر لأن احتى كلمة التسامح المغرب يعني فاتها المغرب الآن يتحدث على التعايش لأن التسامح هي صبتا واحد المنطقة يقض عليك يمسامح لك يعني يغير من خليل واحد من ساحة حدايا في حين أن الذي في المغرب هو أن تجاوز الآن ناخد هذه الفكرة من مقال الدكتور عبدالله موسوف يقول أن المغرب يعيش ما بعد التعايش يعني قياسا بل أكثر من هذا أن الفكرة اليهودي والمسلم وهذا يعني فتعينت إلى وقتين حريب أما حتى و أنا ما زال طفل صغير يعني تنعقل في المكناس أن ما كان ما كان يش فرق ما بين الجار لا فرق أكثر من هذا أن تنقرا في واحد تنوية مضطرة تندوس فسط الملاح لأن التنوية كان فسط يعني فسط كانت واحد حياة جميلة بالعكس كنا سمشوا عطونا ما ناكله يعني بعض الأمور لم يكن هذا السؤال مطروحا أصلا يعني هذا السؤال مستحدث يعني سؤال الخصوص في المغرب لم يكن سؤال اللوني وسؤال العرقي وسؤال الديني مطروحا بالبد أستاذ 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 كما أشار لذلك أستاذ الخمسي أن المملكة تثبت غير مرة أنها مثال أن تعدد ثقافي والعرقي لا يمكن إلا أن يغني المشترك الإنساني وهو ربما مجهود تعمل علي المملكة منذ سنوات في المحافلة التي تحتضنها التعاقد الدولي من أجل الهجرة الكوب 22 كذلك الجهود من أجل توحيد جهود العالم ضد الإرهاب وغيرها من المحافل طيب يعني هذه الجهود حاليا التي تقوم بها المملكة يعني أشرتهم قبل ذلك إلى أنها ينموذج ربما يصدر إلى الدول أنه الخصوصية طبعا هي تحترم لكن المشترك الإنساني يجب أن يغلب على الجميع وعلى المصالح الخاصة وأن الجميع يجب أن يعمل في انتفاء للأنانية في المستقبل أكيد نحن نتعلم من التجارب المغرب أيضا مرة بتجارب في بعض الأحيان تكون ذات إكرهات نحن عرفنا أيضا يعني هجمت إرهابية 16 مايال 2003 فضوقنا مرارة الاعتداءات وحشية همجية ولكن لديها جذورها ولديها تفسيراتها حتى الباحثين في الموضوع يقولون الفق لا يؤدي حتما إلى اعتداءات من هذا القبيل بل هناك فكر إيديولوجي تكفيري إلى آخره وقد أثار الأستاذ الدكتور الخمسي ما يعني فكرني في كتابات الدكتور عبد الجابري خاصة نحن والترات وهلو مجران يعني حياته كلها وهبها يعني يطلب من العرب صفة عامة أن يستفيقوا من سباتهم العميق وأن يشتغلوا على الترات وأيضا يذكر بخصوصية الفلسفة المغاربية ويستشهيد بابن رجد وغيرهم حتى أن ابن رجد كان قد عايش مجموعة من الفلاسفة ابن ميمون دول أصول اليهود والحمد لله لم يكن قط هناك مشكل بل في بعض الأحيان بعض الرواسب إن صح التعبير أو الرياح المشرقية هي التي بثت نوع من طائفها في بعض الأدهان ولكن نحن صراحة كان الجسم المغربي محصن ضد هذا الانزلاقة هذه النقطة الأولى فيما يتعلق بالنقطة الثانية كما قلت كانت هناك تراكمات بحل دولة المغربية هي ضاربة في التاريخ ثم حتى أنني استحضرت ما قاله المرحوم الحسن الثاني في كتابه التحدي عندما شبه المغرب بتلك الشجرة ذات العرق الممتدة في إفريقيا ولكن يتنفس أيضا عبر أوروبا ولديه علاقات ليست فقط أفقية وإنما ليست فقط عمودية وإنما أفقية ويستلهم يعني إن صح التعبير رياح يعني من ناحية الأفكار من الشرق والغرب التالي عمل المغرب اليوم صراحة ممكن أن أشبهه بتلك المنارة تتون منصة عالمية يحاول جهدا يعني يعمل جاهدا من أجل أن ينشر هذا الخطاب ديال السلم والسلم ولألاح في مقاربتنا مثلا مع الجيران نندب بعيدا سياسة اليد الممدودة تماما الحكم الداتي وقد نرجع إلى ذلك طبعا هذا سنعود لتفصيل فيه أستاذ زكريا بوداب في الشقة الثاني لحلقة الليلة فاصل قصير ونعود مشاهدين الكرام أشكر الأستاذ محمد زكريا بوداب أستاذ علاقة الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط شكري لكم أستاذ سعيد الخمسي رئيس مؤسسة مغرب الجهات إذن بعد فاصل قصير نعود لمواصلة تفاصيل هذه الحلقة إذن يسعدني ويشرفني أن أرحب من جديد بضيفي الكريمين الأستاذ محمد زكريا أبو ذهب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط مرحبا بكم جديد أستاذ شكرا جزيلا هذلك يسرني أن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ سعيد الخمسي رئيس مؤسسة مغرب الجهات مرحبا بكم مرحبا بكم جديد أستاذ أبو ذهب كنا أستاذ أبو ذهب بصدد الحديث عن قضية الصحراء المغربية التي كانت حاضرة في الاستقبال الملكي للأمين العام للأمم المتحدة طبعا في سياق التزام المغرب بسيرورة السلام وبناء السلام في العالم هو كذلك ملتزم بحل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل هذا الاستقبال الملكي وهذه الرسالة الملكية المباشرة للأمين العام للأمم المتحدة على ضوء القرار 26-54 ماذا يأكس في نظركم يعكس أولا تشبت المغرب بالحل السلمي بعيدا على كل ما يمكن أن يجر المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه بالنظر إلى التصرفة الطائشة لميليشيات البوليسار المدعومة من طرف سلطة الجزائرية وكلنا تذكر بالحال ما قامت به في معبر القرقارات لو لا تدخل الجيش الملكي المغربي ببراعة حتى أنه كان هناك تنويه من طرف مجموعة من العواصم الدولية ثانيا يعيد إلى الأذهان بل يعيد تمركز أو مركزية الاقتراح المغربي القاضي بتنزيل الحكم الداتي بطبيعة الحال وفق شروط معينة على هذا الأساس هذا المقترح المغربي هو مطروح للتفاوض دميستورة مؤخرا وعملا بمقتضيات القرار الأممي الصادر في 27 أكتوبر 22-26-54 لإعادة إحياء ما يسمى بالطاولات المستديرة من مغرب رحبا بالفكرة ولكن بالأسف لجياتي الأخرى كان رأي آخر بمعنى هذا يسائل أيضا الطرف الآخر في عكوساته وفي طروحاته التي تذهب ضد مقترب المجلس الأمن تمتالي تن دلالة أخرى طبيعة الحال حضور وازن لجلالة المالك وينبغي أيضا أن نذكر أيضا بشخصية جوتاريس ينبغي أن نعلم بأنه كان قد يشغل أو شغل مهمة المندوب الأممي المكلف باللاجئين وكان يزور مخيمة تندوف ويزور الجزائر يعني في المنطقة حتى الدول المجاورة يعني في المغرب كان وزيرا سابقا في البرتغال ولديه ثقافة أورو متوسطية وهذا يجعل لأن جوتاريس من خلال مقترباته أعتقد بأنه يعي جدا بأنه الحكم الداتي هو السبيل الوحيد ولكن لا يمكن أن يصرح بذلك مباشرة ولكن يمكن من خلال الرمزية والسيميائيات السياسية أن نقول بأن حواره مع صاحب الجلالة بحجم هذا البلاغ الصادر عن الدول الملكي يقول بأنه لا مفر ولا منص من الحكم الداتي كمخرج وحيد وأوحد لهذه المشكلة المفتعة طبعا أوروبا هذا ليس الستناء في مواقف الأمين العام المتحدة الذي تسمت ربما مواقفه دائما بالإيجابية وبيتوازن في التقارير الصادرة وحتى عن ما عبر عنه بعد بعيدة تحرير معبر القرقرات من طبعا يعني ميليشيا البوليزاريو في نظركم هل تذهب في هذا الاتجاه هذا اللقاء نعم قضية الأمين العام هي قضية سيرورة يعني ممكنش تكلم فقط على الأمين العام الحالي يعني هي سيرورة يعني قلتها يعني غير ما من مرة قلت بأن هذه السيرورة يعني قبل ما نرجع الدلالات دي الاستقبال الملاكي الأمين العام أمم المتحدة أعتقد أن هذه سيرورة يعني يختلف فيها الداريس يعني أنا قراؤها أنها فيها من الف من الخمسة وسبعين تل واحد وتسعين تسمت بشيئ أين أساسيين مسير الخضراء مسير الخضراء يعني إحنا المغربين البعض يسحبوا رأتن هي تن ما قلنا من دل وتحتفلوا يعني تن يعودوا الدكرة لا المسير الخضراء لأن اللئس غبا اللئسها الله يرحمه الحسن الثاني أنها زرع فيها روح بأن هذا منطق معالجة قضية الصحراء هذا الشيء يقول الحسن الثاني الله يرحمه بأن منطق تعاطي مع قضية الصحراء تلخصه قصة المسير الخضراء المغرب هذه القضية دي الحرب ما يرجع لها ما يرجع لاش المغرب يعود للحرب فقط عندما يكونوا مضطر يعني اللحظات اللي كنا تنردو لم نكن قط مهاجمين كنا فقط في حالة الدفاع الشرع عن نفس هذا الأمر الأول قلت هذه القضية دي الأمين العام المتحدة هو مسار وهذا المسار يعني خطي حتمي يعني المسارات خطية في الرياضية يعني تسهول دراستها وكما تيقول البروبريتي ويمكنك تكهن أو توقع في الرياضية في الرياضية هذه معروفات القضية المسار خطية دراست الأمر الثاني قلت من الواحد وتسعين يعني وقف إطلاق النار إلى 2007 المسار الأممي كانت يعني يعني خرجنا من حالة الحرب ودخلنا في حالة نقاش بحالة وحدية يدروا في شيء طبلا كاملين يقال وشيء أو ضد ويتأخذ حين هذا القرار والتراجعات يعني كانت من 2007 يعني منذ الخطاب الواقعي أن هذه المصطرحات ليست المغرب بعد أن يجيبها بثاف الأشياء يعني المغرب لم يجيبها مغرب جاب مقترح فاشقلت له الأمم المتحدة عطيونا المقترحات المغرب قال لها مقترح الطرف الآخر لم أعطيتها مقترح المغرب دائما كان يقترح حتى عندما كان الاستفتاء في شروطه المغرب يقترحه بمعنى أن المغرب هو صاحب المبادرات في قضية السحراء والطرف الثاني يعني تنعرف مش هذا مؤمن قلت من 2007 إلى الآن تكرس لمنطق في لغات الأمم يعني إحنا كباحثين تنشوفوها في لغات الأمم المتحدة في 2022 نقاطع مع عدة أشياء بل أكثر من هذه يعني أنا تنقلها أحيانا على سبيل لم يزح نقل مجموعة من القضايا مرتبطة بقضية السحراء النقاش فيها بحالة نقش الكرة 86 صافي غير الذكريات الآن كمثقافين كباحثين كمهتمين كإعلام كمجتمع مدني أنا الفراسي بعدها وعندما تتكلم على نقش تفكيك المخيامات ما سير لك الناس فين غيكونوا شكل غيجي شكل غيتحمل الجزائر وهذا كلام قالوا الممتل المغريف الأمم المتحدة البنية الديمغرافية تتحمل جزائر مسؤوليتها بالتالي نحن كدولة تحترم رأسها أخلاقيا وسياسيا وقانونيا ملزمون أن أبنائنا ودائما تنقلها ودائما تنقلها مرة تقولوا مرة إخواننا مرة تقولوا الأعداء مرة تقولوا كلهم كين ينتم تتكلم على فئات إخواننا تتكلم على أخواننا من غاربا بالتالي الآن نقاش في العالم سوف يمشي لهذا الاتجاه نقاش تبني 75 80 فيما يخص دلالة استقبال جلالة الملك أعتقد بسرعة استعد ملاحة خمسة دلالة الكبرى الأولى استقبال جلالة الملك الأمم المتحدة فيها أول اتفاق الأمم المتحدة المغرب على حصرية قضية الأمم المتحدة التعاطي الأمر الثاني هو التكريس لأننا هذا لم يقال 18 عشر سنين قال أن قضية الصحراء هي المنظر الوحيد الذي سنرى به علاقتنا مع أي كان بمعنى أن هذه القضية الآن أصبحت عملية بمعنى أن قضية الصحراء سواء في حوار الحضارات أو في حوار اقتصادي أو في القب أو في أي قضية هذا الأمر حسن منها معه كنا في واحد الوقت تنخلصه وتنتكرفصه وتنتنازله في علاقات لأن التوازنات الدولية الآن وهذا معروف هذا في سياسة معروف أن الآن لا نحتاج لهذا الأمر الأمر الثالث هو أن يعني ما أسميه بالشرعيات الثالث في قضية الصحراء المغربية الشرعية التاريخية والشرعية القانونية والشرعية الإنجاز يعني قبل خمسة أيام يعني كنت يعني كنت في الداخلة في جولة فراء القناصرة يعني وكانت سفيرة ديالدولة محترمة لأنها علاقة جيد طيبة معها ومشينا في الصحراء ومشينا لهذا ويتقول لي أستاذ خمسة في كيني بويزاريو قلت لك كيني نفت في هذا الجزائري لش تيومين أنا نح لأنا المهم ببعد أن وهي تتكلم لي فقط يعني قالت لي الآن أنا يعني تفاجأت بحجم الشرعية الإنجاز لدرها المغرب راه دول بإمكانية بيترولية وغازية وعجب الكحل وما قدروش لأن راه باشتبني نقولك واحد القضية راه باشتبني في الرباط والدار البيضاء سهل راه باشتبني في بيئة الشروط الجغرافية ديالها والتضاريس والإكراهات وهذا راه ماشي سهل باش دير تنمية بواحد الشكل الآن راه شحال هذي في الخمسة وسبعين وقلتين راه أول جهة غتولي مصدرة الطماطم في المغرب هي الداخلة يديك الطبيب يشوف راسك واش فيه سخنة ولله لقلتين لأي وحد يقول لك هذا خير الأمر الأخير هو أعتقد بأن استقبال جلالة الملك للغوتاريس فيه إشارة لتعلينا المغرب لما صدر القرار الـ 26-54 حني هذا شغل الأمم المتحدة الآن هذا جواب استقبال جلالة الملك للغوتاريس يعني فيه الدلالة على أن المغرب يعني يثمن مقتضايات قرار للمجلس الأمن الـ 26-54 اللي أهم فيه شيء واش نربطه بالرسالة الملكية دي لهذا اللي أهم شيء فيه هو أن ننجلسوه رأى سواء كانت الحرب أو ما كانت الحرب رأى في الأخير إن كان من عقلاء في الجزائر يستمعون في الأخير سنقلسو في الطبلة وستفاهمو هذه مسألة ما يمكنش ولهذا جلالة الملك لما قال واحد إشارة قوية وأنا يعني أنا وسقيتها على قضية صحراء كما وسقيتها على قضية فلسطين وسقيتها على أي قضية بما قال أن ما مفادوه أن أن السلام ليس مصطلحا ضد الحرب أن المغرب لما تتكلم عن السلام لا ماشي لا منطقة السلام باعتباره رؤية للعالم أن المغرب ماشي في قضية صحراء في كل القضايا المغرب يعتبر سلام رؤية للعالم بمعنى أن المدخل اللي باش نعيش احنا في هذا الكوكب هو السلام بالتالي هذا المبدأ اللي المغرب تأمن به عالميا ممكنش يكون تيناقضوا محليا بالتالي صبر المغرب وتعاطيه بحكمة وتأني لأن منطقه في حل الإشكال هو منطق أن السلام هو رؤيتنا للأشياء وأن الروح لهذه السلام هي روح المسيح الخضر أن الناس يحبون بأن الأشياء مفصول أشياء منفصل لأن هذه دولة سيزاقاريا عريقة جدا وعندما يتخذ جلالة الملك قرارا اليوم فهو يأخذ بعين الاعتبار سبعات الملوك ولا 8 اللور ويأخذ الأجيال القرار السياسي في المغرب قد يصفوه بعض الناس يعرفوه في العلاقة الدولية بطيء متأني هذا ولكن لا لأن فيه التزام رأي ممكن نحن نعرف دول التزامات اليوم وليس لقع سدات سدات يعني منها التفاق القاز لأن أمبوب الغاز ما بين المغرب الجزائي لما تقس ليس القاز فيها قطعتها لما قطعتها شونا سديت يصر جم من جهة جارك لأن هذا منطق التزام دولة لأن التزامات تقيل أن الدولة تخذ عليها أنها تفسخ التزامات بالتالي هذا داخل في هذا المصار هذا سعب المولا طيب السيدة أبو الدهب يعني في هذا اللقاء جدد العائل المغربي على التزام مملكة بمصار السياسي هو التزام في طياته ربما يدين أطراف أخرى يعني تضرب عرض الحائط بهذه الدعوات الأممية أقصدنا الجزائر والبوليزاري لعل أهم سؤال اليوم هو يعني جوهاري هل يمكن أن نستسيغ استمرار مشكل أو نزاع إقليمه وصراحة مفتعل ليس لدينا الوقت للدخول في التفاصيل من كان المسؤول وراء ذلك ربما مخلفات عهد استعماري قد ول ولكن ما يمكن أن نقول اليوم بعد 47 سنة منذ سنة 1975 وأنا أشد على يد سي الخمسية عندما تحدث عن المسيرة الخضراء المظفرة كنت طفلا ولا زالت لدي ذكريات هذه الملحمة التي ينبغي أن نفتخر بها المغاربة وأيضا في إطار تنشئ السياسية أطفال تلاميذ اليوم ينبغي أيضا أن نستلهموا منها روح انبعاث أمة إن صح التهبير بالإضافة إلى ذلك اليوم صراحة المناخ الجيوسياسي وقد جاء ذلك مضمنا أيضا حتى في إعلان فاس 22 وينبير كتسمى كونتكست انترنسونال تخوبلا بمعنى واحد السياق دولي هو مضطرب جدا أزمة تضخم متنامي مخاطر محضقة في هذه المنطقة هل يمكن اليوم أن نستصر يعني استمرار مشكلة من هذا القبيل ما هي مسؤولية الأطراف في النزاع الجزائر لماذا تريد أن يستمر هذا النزاع أطرح سؤال لماذا الجزائر استدعت سافرة لدى إسبانيا في مدريد عندما قررت الدولة الإسبانية ليس فقط الحكومة وفق تحليل استراتيجي مستقبلي بأنه لا منصة كما قلت آنفا من الحكم الداتي هذا يعني لأن الجزائر طرف المعادلة أمم المنحدة واعية بهذه المسألة ولكن في إطار توازنات الجيوسياسية ولكن بالأسف الذي يؤدي الثمان من المغرب فوق صحرائه الحمد لله ومشاريع تنموية هائلة تحدثنا عنها مرارا وتكرارا وأيضا يشيع في محيطه الإقليمي الضحايا هم أولئك المحتجزون في مخيمة العار صراحة وإذا ما قمنا بنوع من كما تقول في البيولوجي وفي سيكون نوع من بلاكاوت لا يعرفون ماهو ولكن قنبلة مقوطة لا يمكن ثم أيضا هذه المسألة للأطفال جنيد الأطفال مسألة أيضا بالتخطاب الكراهية والكره إذا ما هي مسؤولية الدول الوزنة في المنتظم الدولي الأمم المتحدة بالأسف لا يمكن أن تتحرك خارج المنظومة كنقول بحال كنفيجوراشون مجلس الأمن ترده روسيا وبالتالي فهذا الوقت وهذا الزمن الذي يهذر بالأسف صراحة لا يمكن أن نتمنى من ورائه إقامة مثل الانتحاد مغرب الكبير لأقول العربي لنأخذ بين اعتبار المكون الأمازيغي ودشي أساسي حتى في الخيطة فبالتالي كان أعتقد بأنه اليوم في دل جواء المضطربة والخطيرة صراحة تقلبات المناخية فعندها أطار جيو سياسية خطيرة جدا ينبغي صراحة إيجاد مخرج فأعتقد بأنه هذا المشكل راه في الأمد المتوسط خصو القول وحل إن شاء الله وسوف يكون في إطار الحكم الداتي إن شاء الله بحب الله طيب أستاذ الخمس هل يمكن القول بأن الجزائر هي لا تخالي فقط شرعية ربما ثنائية ما بين المغرب والجزائر يعني برعايتها لجماعة انفصالية تدعم الإرهاب ولكن حتى المنظومة الدولية ونحن طبعا على بعد يومين فقط من هذا المؤتمر العالمي لحوار الحضارات تحالف الحضارات أنها تضرب في الحائط كل ما تم النقاش سيدا كاميرا تروح القضية في غاية الأهمية هناك نقاشين متوازيين هناك النقاش الذي يطغى عليه الطابق القانوني العلاقات الدوليات توزنة الدوليات بالله عليك واشهدك فاش يكونوا في مجلس الآن تناقشوا واشو ما ماخدين في عين الاعتبار الجوانب الإنساني الآن هؤلاء الذين يعني يعيشون سواء في تندوف ولكن عما ما احتعل باقي التراب الجزائري الذين يتلقون في مقررات ديال التعليم معلومات مغلوطة إنه صعيب صعيب صعب جدا أن تنتج أجيال مبنية على الحقد وعلى كره الآخر وعلى بمعلومات مغلوطة في التاريخ والجغرافية يعني وصعي بتمول هذه الأشياء يعني كانت يأخذين الفضول إليها أحيانا أني ننطل لأنها تحتاج إلى دراسات رازينا تحتاج إلى عمل جماعي إلى عمل مؤسستي ديال أننا نشوف صورة المغربي في المقرر ديال ديال نحن مغاربة نشهد الله ونشهد العالم هل يوجد في مقررنا الدراسي أبدا دي منتحدة يحتر البكالوريا شيء مشين يعني صورة الآخرين تتكلم على كيف يتشكل فرنسا قبل ما تجي إلى المغرب نشرت عدة كتب واحد منهم كنت خذيتهم من المعرض يعني تحدث على صورة المغربي عند الفرنسي إما تتقرأ تقول أي حقد هذا الذي صنعته فرنسا من خلال ما كانوا يسمى بعلماء الاجتماع المتقفين يعني هم يصورون أنا كام غاربة على أننا كوسالة وغشاشة وأنتجت منظومة تقافية يعني تصور المغربي على أنه خايب وغشاش وما تيخدم وواواواوا وهذه كل هذه الكتابات لم تترجع تتلقها 1860 1870 يعني ما هادت ما هادت لذلك الجند الفرنسي المجا كأنه يقتل مجرم يقتل حيوان شريس لما هنا الخطورة وهنا لما لما تتكلم على الرئيس الجنة الملك يعني في الخير هو فكر إنساني يمكن تقرأ وخده في الجزائر حيد منه أن نكتبه ملك المغربي وشوف هلذي كتيب أنه تيبني والتي ريب لما تتربع أجيال على قيم الحقيقة في التقافة في المدراسة في المصرحية فهذا عادي أكثر من هذا أنا مثلا بريش ندخل في هذه الأشياء يعني النشيد الوطني دي الدول هل بالله عليك الدولة الوحيدة في العالم وهذه أقلها باب الحب للجزائريين والله اللي النشيد الوطني دي لها يستبطن العنف يا فرنسا قد آن الأوان بمعنى لما تتقرأ النشيد الوطني التونس يعني فيه واحد النوع دي التحدي وهذا لما تتقرأ النشيد الوطني فيه النوع النشيد الوطني دي الجزائر يبتدئ ويا فرنسا قد دقت ساعة الحساب بمعنى الدم مكنش عاجة أخرى بمعنى أن هذا المنطق اللي تتزرع في المدراسة في الجمعية في التقافة في التلفازة في الراديو في الوسائط الاجتماعية هو الذي يتحول إلى عنف مادي هو في الأخير الآن بالله عليك أنت تكلم أنا قبل تقول لك ما بعد الحكم الداتي هل تقدرون حجم المجهود يتلقوا يوميا عقيدة التطرف ما معنى الطفل الذي عنده 13 عام يتقين 5 أسلحة يعني يتصور انت بادرة غضبت ما معنى الطفل تدربه على الدبابة وعلى الكراشينكوف وعلى السلاح ما معنى الطفل تلقي بمعنى أن حوال حضرات الآن الآن العالم كامل يتزعزع على واحد يلا كان مزعزع في دماغ وفي شي بلاصة يعني شئره واحد فما باله كانت بشي بأجيال اللي نجدها والله لا نزيد لما تتقول بأن الإرهاب في السحر والسحراء من ينغي تغدى من ينغي يجيب الكفاءات بين القوسين يجيبهم من هذه الانفصال وشارلها جلالة الملك أعتقد الانفصال مغدي أساسي للتطرف لسببين أن هذا سيد لي هو محاصر يعني في واحد البيئة بقيسة لما لا لا طريق لولو هو يشعر بالحق خاصة الان الوسائط يعني الناس يشوف يشوف العلف كيف يعيش كيف يسير أول يترتب له حق على الكل ثم تشحنه أيضا بمعلومات ومعطيات مغلوطة ومصنوعة وهالناس اللي تولدوا وكبروا في المخيمات وماتوا لا هم استمتعوا بالدنيا ولا هم سيستمتعون بالآخرة يعني وعلمها عند الله يعني أن القضية صناعة العنف أن المغد الأساسي هي تقافة لانفصال لأن تقافة لانفصال هي تقافة أن الآخر معتدع لياه ودريح وكذا بالتالي أن تستعديه بشكل طبيعي الآن أوروبا كانت تتعناحر في حروب طويلة لأن كانت فيها النزع الانفصال هو المولد الأساسي للعنف بالتالي جلالة المالكة رقماتي تنعج وقضية أنه الاختيار للإنسان ولي بديت به في الأول الحلقة السعبة أنه الاختيار للإنسان فوق هذا البقعة اللي اسمها المغرب الأقصى هو أنه يعيش للسلم وبالسلم نعم طبعا وهذه المشروعية مشروعية الطرحة المغربية طبعا ليس المغربة فقط من يقول بمشروعية وصوبية هذا المقترح المغربي ولكن هناك دعم عالمي كبير على مستوى أوروبا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية حاليا 42% من الدول الأفريقية تتح تمتليات دبلوماسية لها بالأقاليم الجنوبية دول عربية كقاطبة طبعا هذه الإجماع على صوابية مشروع الحكومة الذاتي في المغرب منظوره في المستقبل هل الدول المترضدة حاليا تحدو هذه الدول كلمشكلة ربما قصور مجموعة من الدول لفهم حقيقة هذا المشكل من جوانب مختلف وقد درسنا هذا يعني بشكلين من التفصيل دون الرجوع إلى بعض الجزئيات ولكن هي صراحا جزئية وفي نفس الوقت أصول المشكل هو أنه ربما كان المغرب أكثر تسامحا منذ القدم فيما يخص هذه القضية من الدولة الأولى التي عرضت على الأمم المتحدة إدراج قضية الصحراء في دواليبها من هو المغرب إذا رجعنا إلى خطب المغفو إليه إن شاء الله محمد الخامس حبيد الغزلان 1958 وحتى بعيد الاستقلال 1956 ما كان ينادي باستكمال الوحدة التورابية تاريخيا ويمكن أن نستشهد بمجموعة من الموطائق ولكن ما عندناش الوقت ما يمكن أن نقول اليوم هو أنه بدون خجل المغرب ينبغي أن يقول جادا وحاسما بأن الحكم الداتي ما هو إلا تطابق مقتضايات ميتاق الأمم المتحدة عندما نقول حق تقرير المصير حق تقرير المصير شنو فيه في احترام الدموقراطية في حق الإنسان التمية المستديمة في واحدة الدول إلى أخيره وبالتالي باراديجمات تتطور نمكن أن نعتبر بأن القانون الدولي هو شي حاجة اللي هي مقدسة وعمل الناس الجن جنتيوم هو الأصل الكلمة ديال تانيا هناك توازنات بل في بعض الأحيان صراحة يمكن أن نقولها بنوع من الشجاعة الأدبية نوع من نفاق السياسي لدى بعض الدول التي تريد أن يستمر هذه المشكلة لربما قد تبتز وأقولها بنوع من الداتية كلا الطرفين الجزائر الجاز إلى أخيره إلى أخيره إلى أخيره إلى أخيره الآن هناك قناعة من طرف العقلة بأنه الحكم الداتي ما هو إلا تطبيق الروح ديال المتاق الأمم المتحدة طبعا وأكيد أن هذا ما سيتم الوصول إليه في قادم الأيام من اقتناع هذه الدول المترضدة بصوابية المقترح المغربي أشكركم جزيلا شكر مستد محمد زكريا أبو داب وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط أشكركم جزيلا شكر أستاذ سعيد الخمسي رئيس مؤسسة مغرب الجهات شكري موصول لكم مشاهدنا الكرام على طيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة